السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة بإذن الله والتي سوف نوضح في هذه الحلقة تأثير تدخين الزوجة على الجنيد كما نعلم أعزائي بأن هذه التساؤلات زادت في الفترة الأخيرة من المتابعين على هذه القناة ولكن أعزائي فكرة التدخين بشكل عام حتى لأي شخص هي سيئة وسلبية فبالتالي عند قيام الزوجة بالتدخين والأم حامل بطفلها أو حتى الطفل راضية فذلك يسمى التدخين السلبي لمن لا يعرف ماذا يسمى في العلم وهذا الأمر لا أنصح به أبدا فهو مضر بشكل كبير جدا على الأم والجنين فمن الممكن أن يؤثر بشكل كبير جدا على عملية النمو الصحيحة للجنين وقد يؤدي إلى تشوهات كبيرة من الممكن أن تنشأ داخل الجنين وإذا لم يحدث أي من هذه الأمور فسوف يتضرر الجهاز التنفسي للجنين أيضا فكل شيء مرتبط ارتباط كبير بصحتي وجسد الأم فإذا تأثرت الأم يتأثر الجنين وهكذا فبالتالي لا أنصحكم بهذا الأمر فبالتالي لا أنصحكم بهذا الأمر فبالتالي لا أنصحكم بهذا الأمر